السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشتوني جدا جدا متابعين الغاليين. النهاردة جايين كده مع بعض هنعمل آآ الزاي ما بيقولوا او اجنحة الفراخ. انا بجد اول مرة في حياتي ان انا ادخلها البيت او اجيبها اعملها كده انا في البيت. يعني كنا بنجيب اللي هي آآ الاجنحة بتاعت الكوكي او الكلام ده بس بصراحة والله والله انا اول مرة اجيبها في البيت واجربها. هنعملها مع بعض دلوقتي معاكو. انا آآ دي الاجنحة طبعا آآ الجناح والكتف بتاع اللي هو يعني بيبقى الجزء كده من آآ الصدر من فوق بتاع الفرخة. انا جايبها كده وفصلت بس الجزئين عن بعض آآ وغسلتهم آآ كويس جدا جدا ونظفتهم آآ بالمية وخلوا ملح وكده. آآ دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نحضر لهم آآ الخلطة بتاعتهم او كباية ونص من الدقيق هضيف عليهم بقى البهارات بتاعتنا وهي عبارة عن معلقة صغيرة من آآ الكوركم آآ معلقة من البابريكا معلقة من آآ توابل الفراخ وكمان آآ هنحط بقى كل دي معلقة صغيرة كده آآ وكمان هنضيف عليها معلقة من التوم البودر معلقة من البصل البودر والملح والفلفل بقى بتاعنا آآ حسب الكمية اللي معاكي آآ هضيفي التوابل بتاعتك. انا جبت دول حوالي كيلو ونص فزي ما قلت لكم ده آآ الاضافة اللي انا آآ حطتها. وطبعا كل واحد حسب آآ الرغبة وحسب الكمية التوابل اللي بيحبها. زي ما قلنا حطينا كوركم آآ توابل فراخ آآ بابريكا. وكمان آآ توم بودر وبصل بودر وملح وفلفل اسود. وحطيت معاهم معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من آآ البيكنج بودر. وهقلب كل الخلطة دي كويس جدا في الديق كده علشان الاقي يعني التوابل آآ آآ كلها تختلط مع الديق كويس جدا. وبعد كده هننزل بقى بكمية المية آآ حسب بقى ما تاخد معاكي. انا عايزة الديق ده يعني او الخليط ده يكون لا تقيل ولا خفيف. يعني مش عايزة تقيل او يعاجين كده. وكمان في النفس الوقت مش عايزة خفيف يكون مية. علشان آآ يعني الاجنحة تشرب منه كده وتدخل فيه كويس. طبعا الديق بهدنا وانا بقلبه. يعني عادي واغدين على كده. انا قربت التليفون بقى زي ما انتم شايفين عشان التبان التصوير معايا. آآ الخليط بتاعنا قلبناه بقى بالشكل ده كده. حبط دي عليها معلقتين من المستردة. ما فيش مشكلة خالص بس بصراعا هي ما كانتش متوفرة عندي. ويعني آآ النتيجة حسست آآ ان هي كده حلوة. يعني كده آآ كويسة جدا. هنزل بقى فيها كمية الاجنحة اللي معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا 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 لحد ملاقي آآ الخليط مغطي كمية الفراخ اللي معاني. طبعا التدبيلة دي تقدر يتعملي بيها آآ اي اجزاء من الفراخ. يعني ممكن تعملي بيها الدبابيس. ممكن تجيب الفرخة كاملة زي ما بنجيبها جهزة كده من بره. نجيبها ونقطعها آآ تمن قطعة او اتناشر قطعة زي ما انت حابة. وتعملي نفس الخليط ده كده آآ وتدبيلي بيه الفراخ. طبعا انا قلبتها كويس جدا. الدنيا كانت بدهولة خالص. آآ قلبتها كويس مع بعضها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. خليت الخليط كله وغطي كمية الفراخ كلها اللي معانا. وهغطيها بالستريتش راب كده وادخلها التلاجة. يعني زي ما انت حابة او حسب الوقت المناسب معاك آآ ساعتين تلاتة ممكن كمان اكتر مفيش مشكلة. انا تبلتها يعني من بدري. ودخلتها التلاجة قعدت معايا تقريبا حوالي اربع ساعات في التلاجة. كل ما تفضل في التلاجة كل ما تشرب من التدبيلة اكتر. بس لو هتحطيها في التلاجة الفترة طويلة. يفضل ان انت ما تقطريش الملح بتاعها آآ علشان ما تحدقش معاكي. بعد بقى اربع ساعات زي ما قلت لكم بعد مرور اربع ساعات طلعت بقى الفراخ بتاعتنا او الاجناحة بتاعتنا من التلاجة. بالشكل انتوا شايفينه دوا. شربة من الخليط كويس جدا. هنحضر بقى الطبقة الخارجية او الكفر بتاعنا. آآ جبت هنا دول برضو حوالي كوبايتين من الدقيق. هتبلهم نفس التدبيلة اللي تبلتها للخليط اللي تبلنا بيه الاجناحة. هنضيف برضو عليها ملح وفلفل اسود وتواب الفراخ وبابريكا وكمان توم بودر وبصل بودر. وشوية من الكركم. وحطيت عليها بقى هنا آآ على الكفر كده حطيت رشة آآ شطة بسيطة. يعني اللي بيحب الحاجة سبايسي ممكن تحطي في الخليط نفسه شطة. وممكن تحطي في الكفر الخارجي شطة. انا حطيت بصراحة الشطة في الكفر الخارجي علشان تخليها سبايسي نوعا ما. يعني بما ان طبعا عندنا اطفال وممكن ما يكونوش بيحبوا الشطة. فحبيت ان انا بس كده ايه آآ يعني اديها شوية آآ تبقى حرة شوية كده. تمام زي ما قلنا تدبيلة الكفر بتاع الكفر الخارجي نفس التدبيلة اللي تدبيناها وحطناها في الخليط الاولاني. طبعا هنآ هنحط كل التوابل. انا حطيت بصه يعني رشة سطة بسيطة جدا. حطيت كل التوابل ولازم بقى نقلب التوابل في الدقيق كويس قوي قوي علشان ده الكفر يبقى آآ كله بتعم واحد ويبقى مفوهوش مثلا مكان آآ متابل ومكلة. تمام? اهم حاجة آآ نقلب زي ما قلنا قوي قوي قبل ما ننزل بقى بالفراخ. بجد والله انا انا فعلا كنت اول مرة والله والله زي ما بقول لكم لأول مرة ادخلها البيت او اعملها اصلا آآ بس بجد النتيجة كانت طحفة جدا. انا استغربت من آآ من الطعم آآ آآ يعني عجبني قوي والقرمشة بتاعتها عجبتني جدا جدا. والولاد انبسطوا منها قوي وقالولي يعني احنا مش هنجبها من برة تاني آآ ان نعملها في البيت على طول. نزلت بقى بالاجنحة بتاعتنا كده في الدقيق وهكفرها كويس قوي قوي آآ من كل جانب كده شوية. نبتدي يعني ننفضها من الدقيق كده عشان ما تبقى الشايلة دقيق كتير آآ ويتحرق مننا. آآ وهنحطها بقى على اي صانية او آآ اي حاجة على بان ما نخلص كل الكمية اللي معانا. اهم حاجة نحنا نتكفرها كويس نغطيها كلها بالزيق. علشان لما تتحمر آآ تبقى كلها شكل واحد ولون واحد. انا خلصتها كلها بالشكل ده كده آآ مش هعمل فيها اي حاجة تانية بقى خالص دلوقتي. هروح بيها على طول على الزيت. آآ حطينا الزيت على النار يعني يسخن علشان لازم آآ تنزل في الزيت يكون الزيت سخن. حطت كمية من الزيت يعني مش كتيرة ومش قليلة. آآ والنار بتاعتنا تكون متوسطة زي ما انتو شايفين الزيت سخن جدا. وانزلت بقى بالاجنحة بتاعتنا بالشكل ده كده. اهم حاجة تكون النار متوسطة علشان طبعا الاجنحة محطوطة مش مستوية خالص. فعلشان تاخد معاك السوى من جوى ومن بره تكون النار بتاعتك متوسطة علشان تستوي معاك كويس. وهسيبها كده وهبتدي بقى ان انا اقلبها على كل جنب لما الاقيها تاخد لون يعني من من الجوانب كلها. زي ما انتو شايفينها بالشكل ده كده. هي كانت مقرمشة في الزيت يعني وانا بقلبها في الزيت آآ تحس ان هي القرمشة بتاعتها باينة جدا. طبعا هي تاخد معاك وقت شوية في القلية علشان آآ النار هدية عليها. فما تستعجليش عليها خالص وتفكر ان تتعالي النار علشان تستوي معاك كويس. انا خلاص طلعتها بصو اللون ده جميل جدا جدا. طلعتها بالشكل ده كده بقى خلاص. آآ هطلعها وصفيها من الزيت على مناديل مبخ. ممكن تحطيها كمان يعني في المصفة اللي هي بتصفي الزيت علشان آآ اتصفي الزبن منها. بس بجد يعني مناديل المبخ آآ تكفي. طلعتها بنفس اللون ده كده. حلوة جدا. وهبتدي بقى اكمل قليت كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. رجعنا بقى بعد ما خلصنا الكمية اللي معانا شايفين الجمال والحلاوة والشكل واللون الحلو. وبجد ارمشة. انا كان نفسة سماعكم الارمشة دي بصراحة وبس يعني قلت ايه آآ يعني كفاية الشكل. الشكل بيدل على آآ الجمال والحلاوة بتاعت الاجنحة. بجد حاجة كانت حلوة جدا جدا وتجربة عجبتني بصراحة. وقلت بعد كده يعني هجبها اعملها بعد كده في البيت. آآ يعني الحمد لله عجبت الولاد وكفاية كفاية بس ان ايه عجبتهم. يا رب كمان انتو كمان تعجبكم. لو بقى الفيديو بتاعي عجبكم وصلت معايا الحدد دلوقتي هنا في الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.